قال مفوض الأم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قال إنه يشعر بالذعر من تدمير مستشفى ناصر والشفاء في قطاع غزة وتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك كما ندد تورك بدربات الإسرائيلية على قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية والتي قال إن معظم القتل من النساء والأطفال وكرر أيضا تحذيره من توغل الواسع النطاق لمدينة رفح قائلا إنه قد يؤدي إلى المزيد من الجرائم البشعة